اشتركوا في القناة لكن قبل ان نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر جم وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد سي بارتي ما هي الجملة الصحيحة لقول انا بخير هل اقول جو بيان او اقول جو سوي بيان جو بيان او جو سوي بيان فكروا قليلا نعم جو بيان جو بيان لا نقول جو سوي بيان بل نقول جو بيان لقول انا بخير والان هل نقول جو بي او دكتور او نقول جو بي شالو دكتور لقول انا اذهب الى الدكتور او الى الدكتور او الى الدكتور رفلشيسي بيان عندما نتحدث عن مهنة كالطبيب مثلا او اي مهنة اخرى بمعنى ان نستعمل وعندما نتحدث عن مكان ما اي مستشفى او عيادة الطبيب او اي مكان اخر نستعمل لابريبوزيسيون او وبالتالي نقول جو بي الوبيتال او بيان جو بي او كابيني ميديكال اذا هنا ركز جيدا على هذه النقطة اذا كنت اتحدث عن شخص ما اقول شي واذا كنت اتحدث عن مكان ما اقول او او اذا كان الاسم مذكر كما جاء هنا في الجملة الثانية جو بي او كابيني ميديكال نقول طبعا او كابيني ميديكال اي الاسم هنا مذكر والآن كيف نكتب جملة ميل ميرسي ميل ميرسي هل نكتبها بالطريقة الاولى او بالطريقة الثانية لمساعدتك هناك حرف لا يجب كتابته هذا الخطأ شائع جدا في اللغة الفرنسية ويرتكبه العديد من الاشخاص حتى الفرنسيين الجملة الصحيحة هي الجملة الثانية ميل ميرسي ميل صنزس اي لا نضيف حرف اس في اخر كلمة ميل لان هذه الكلمة اي نكتبها دائما بهذه الطريقة اي لا نضيف حرف اس في اخرها ولكن طبعا نضيف حرف اس الى كلمة ميرسي كارلونو اي في الجمع هل نقول je me rappelle de quelque chose او نقول je me rappelle quelque chose او عيد je répète je me rappelle de quelque chose او بيان je me rappelle quelque chose اي انا اذكر شيء انما يمكنك توقف الهيديو لتفكير اي انا اذكر شيء انما اذا اراتوا سيعمال le verbe demander يمكنني ان اقول demander quelque chose اي اطلب شيء انما او مثلا je te demande si او بيان bardzo اي اطلب هنا د apostrophe لأننا لدينا في أول كلمة أرهر la lettre E, c'est-à-dire une voyelle أو حرف متحرك درهر, je fais beaucoup d'erreurs لقول مثلا أنا أماريس الكثير من الرياضة أقول je fais beaucoup de sport je fais beaucoup de sport إذن هنا كتابت د لأننا كلمة سپور تبدأ بي كلمة سپور تبدأ بي ما هي الجملة صحيحة؟ مرسي كمم أو بي مرسي كمم مرسي كمم أو بي مرسي كمم فكرو قليلا مرسي كمم أي الجملة الأولى إذن انتبه جيدا لكيفية كتابة كمم هذا الخطأ يرتكبه العديد أيضا من الفرنسيين مرسي كمم هل نقول سي تري مانيفيك أو نقول سي مانيفيك هل نقول سي تري مانيفيك أو سي مانيفيك طبعا سي مانيفيك c'est magnifique magnifique est un superlatif c'est-à-dire un adjectif ou cifre تعبر عن درجة عالية جدا لنوعية شيء ما ou أمر ما إذن كلمة magnifique لا تحتاج لإضافة كلمة أخرى كلمة très أو كلمة super hyper assez beaucoup إلى غير ذلك باللغة العربية لا نستطيع أن نقول هذا رائع جدا لكن بالفرنسية نكتفي بقول هذا رائع لأن رائع أو magnifique كلمة تعبر بالفعل عن مادة جمال هذا الشيء مثلا وتصفه بقوة وهذا ما يسمى باسم التفضيل لنرى أسماء أخرى من أسماء التفضيل لدينا كلمة magnifique والتي رأيناها سابقا c'est magnifique أي هذا رائع لدينا أيضا كلمة extraordinaire c'est extraordinaire أي هذا رائع أو عظيم جدا لدينا أيضا formidable c'est formidable هذا رائع والجملة الأخيرة c'est excellent excellent يعني ممتاز c'est excellent هذا ممتاز إذن مع جميع هذه الكلمات لا نضيف كلمة très مثلا أو كلمة أخرى من هذا القبيل وهذا للسبب الذي رأيناه سابقا إذن لا يمكنك أن تقول c'est très magnifique لا يمكنك أن تقول c'est très extraordinaire لا يمكنك أن تقول c'est très formidable ولا يمكنك أن تقول أيضا c'est très excellent إذن انتبه لذلك جيدا هل نقول تتحوال إلى د أو ده أمام حرف متحرك إذن نقول ينة پا ده تتحوال إلى ده ينة پا ده تتحوال إلى ده ما هي الجملة صحيحة هنا؟ ستتحوال إلى ده أمام حرف متحرك أو ستتحوال إلى ده أمام حرف متحرك تبعن نقول ستتحوال إلى ده أمام حرف متحرك سترون إلى ده أمام حرف متحرك وفمنا أي في المو أنث تكتب مع دوز أل أنتم تعلمون أيضا أنه بو كلمة بو تكتب في الموذكار ستا ديرو مسكولن ولكن devant إني ويال أي حرف ساكين et devant آن أش ميه أي حرف أش الساميت نكتب بل بل ولا نقول بو لأنه كلمة أبطل من تبدأ بحرف أ وهذا الحرف كما تعلمون هو حرف متحرك ستا ديرو ويال نقول بو في المذكر عندما تكون الكلمة الموالية تبدأ بحرف ساكن ستا دير إن كونسون لقول في نفس الوقت هل نقول أو أو ميمطان أي هل نكتب في أول الجملة أو 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 طبعا الجملة الصحيحة هي الجملة الأولى أو ميمطان انتبهوا جيدا إلى هذا الخطأ لقول في نفس الوقت نستطيع أن نقول أيضا أو ميم مومن أو ميم مومن يعني أو ميمطان لاحظوا جيدا هذه الجمل هناك خطأ يرتكبه العديد من الأشخاص أثناء التحدث بالفرنسية هل نقول وطبعا لماذا؟ فكروا قليلا Très bien الجملة الصحيحة هي الجملة الأولى C'est moi qui ai raison La première phrase est la bonne لأنني أقول C'est moi أي أنا المحقة أو المحق في المذكر لأن هذه العبارة طبعا تقال في المذكر وفي المؤنث Aussي faites attention à l'orthographe أي انتبهوا إلى كيفية كتابة A-I نكتوب A-I et non pas E-S-T لأن هذا الخطأ شائع جدا ولا يرتكبه فقط بعض المبتدئين بل هناك أيضا بعض الفرنسيين الذين يكتوبون A-I avec E-S-T كما نعلم A avec E-S-T هو في الـ être conjugué au présent à la troisième personne du singulier c'est-à-dire il ou elle sans S A-I-ya-ahua et A-I est هو le verbe avoir conjugué au présent à la première personne du singulier C'est moi qui ai raison Она coule Elle se lave les mains ou bien Elle se lave ses mains فاكيرو جايدا Elle se lave les mains أو Elle se lave ses mains أي هي ترسيلو يديها Eh bien oui Elle se lave les mains أي Elle jumla elle oula Elle se lave les mains Se lave est un verbe pronominal بمعنى فعل se lave هو من الأفعال ذات الضمير se أو بمعنى آخر هو من الأفعال الضميرية إذن الضمير se يعود على الفاعل أي يعكس على الفاعل مثلا إذا اكتفينا بقول السلاve هذا يعني هي تختسل ولكن إذا قلت السلاve les mains هي تخسل يديها إذن لا يمكنني أن أقول السلاve سيما لأن باستعمال الضمير س أنا أعلم أنني أتحدث عن يدي هذا الشخص أو هذه الفتاة إذن لا نكتب سيما بل نكتب لما أي اليدين ولا نكتب يديها يمكننا أن نقول أيضا اللاف سيما أي هي تخسل يديها إذن هنا الجملتين لديهما نفس المعنى ألسلا سيما أو ألسلا 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 راحزي لأن هذه الكلمات الكلمات الكلمة بالنسبة للمؤنث الكلمة الأولى تعني مفهوم والكلمة الثانية تعني الذي أو التي تتفهم الأمر إذن هنا لا ينبغي الخلط بين هاتين الكلمتين لأن العديد من المبتدئين يرتكبون هذا الخطأ نفس الشيء بالنسبة لهاتين الكلمتين لا يجب أن تخلط بينهما الكلمة الأولى والكلمة الثانية كلمة سوسيال تعني اجتماعي كلمة سوسيابل أسي تعني اجتماعي باللغة العربية لكن بالفرنسية لهما معنى مختلف نوعا ما مثلا نقول إذن كلمة سوسيال تستعمل مع الأشياء أو الأمور الاجتماعية طبعا ولكن عندما أتحدث عن شخص ما مثلا أقول إلي سوسيابل هذا الطفل اجتماعي بمعنى أنه يحب الناس وليس لديه أي صعوبة في العيش في المجتمع العكس هو سوليتار أي منعزل أيضا هنا اخترت هذه الكلمات لأن لا ينبغي الخلط بينهما أشفر أي رقم أي عدد لاحظي الآن هذه الجمل كيف أكتب أ جو في ألا ميزون جو في ألا ميزون نفس الجملة ولكن هناك اختلاف صغير في كتابة أ ألا ميزون فكروا جيدا طبعا الجملة الصحية هي الجملة الثانية جو في ألا ميزون أا ميزون أنا أذهب إلى المنزل أاー آآ أحسار لكن عندما نكتب أ sans accent العلال أزار أور اللذيع فهذا يعني لذلك uno يفعل فهذا يعني مصارف في المدارح آلا وفي exact question المضال إلى vil bird c'est-à-dire هو أو هي مثلا في هذه الجملة il a travaillé aujourd'hui c'est-à-dire هو عمل اليوم أو كان لديه عمل اليوم نكتب A sans accent أي بدون إضافة l'accent أو العلام الصغيرة الموجودة فوق حرف A لأن A هو le verbe avoir هنا il a travaillé le verbe travailler est conjugué au passé composé أي فلمادي avec l'auxiliaire avoir est-ce que je dis il revient de France ou bien il revient de la France il revient de France ou bien il revient de la France réfléchissez un instant excellent il revient de France il revient de France مع العبارات revenir d'eux venir d'eux ou encore rentrer d'eux التي تعني يعود من أي من بلد ما أو مدينة ما إلى آخر بصفة عامة نحذف les articles on enlève les articles par exemple il revient de Belgique ou encore il revient d'Italie ولكن هنا حالة استثنائية مثلا لاحظ هذه الجمل هل أقول je reviens du Canada ou je reviens de Canada فكروا قليلا نعم je reviens du Canada je reviens du Canada هناك قاعدة جد بسيطة والتي يمكنك أن تذكرها بسهولة هي إذا كان اسم البلد الذي نتحدث عنه مذكر ويبدأ بحرف ساكن ستدير une consonne نقول إذن dû هذا ما جاء في هذه الجملة le Canada مذكر masculin ويبدأ بحرف س أي حرف ساكن والآن ما هي الجملة الصحيحة je vais en Canada ou bien je vais au Canada je vais en Canada ou je vais au Canada الجملة الصحيحة هي je vais au Canada je vais au Canada نلاحظ هنا أن Canada هو اسم مذكر لأننا نقول le Canada ويبدأ c'est un nom masculin aussi et commence par م والآن هل أقول je vais à la France ou je vais en France je vais à la France ou je vais en France c'est exact نقول je vais en France لأن France ou la France est un nom féminin أي مؤنث وعندما يكون الاسم au pluriel c'est-à-dire في الجمع نستعمل O avec X par exemple je vais aux Etats Unis je vais aux Etats Unis محيال جوم لستحيح هنا je visite ma soeur ou bien je rends visite à ma soeur je visite ma soeur ou bien je rends visite à ma soeur eh bien on dit je rends visite à ma soeur je rends visite à ma soeur l'expression rendre visite à quelqu'un signifie ou تعني يزور أحدا ما إذن هذه العبارة تستعمل عندما نتحدث عن الأشخاص ولكن عندما نتحدث عن زيارة مكان ما نقول je visite c'est-à-dire le verbe visiter مثلا je visite Paris je visite Paris أنا Azur Paris est-ce qu'on dit je parle à le frère de Farid ou je parle au frère de Farid réfléchissez bien bien sûr on dit je parle au frère de Farid je parle au frère de Farid à le se transforme en au à u à le je parle je parle du livre de Suad c'est exact je parle du livre de Suad je parle du livre de Suad la la yomkinouna anakoul de le bel nakoul du dans le matin je travaille ou bien dans la matinée je travaille dans le matin je travaille ou bien dans la matinée je travaille réfléchissez Montez dans la matinée je travaille et maintenant est-ce qu'on dit je viendrai te voir dans le soir ou bien je viendrai te voir dans la soirée je viendrai te voir dans le soir ou je viendrai te voir dans la soirée très bien je viendrai te voir dans la soirée je viendrai te voir dans la soirée هل أقول je téléphone à Nadia ou bien j'appelle Nadia je téléphone à Nadia ou j'appelle Nadia et bien ici on peut dire les deux الجملتان صحيحة يمكنك أن تقول je téléphone à Nadia وأيضا j'appelle Nadia بimعنى أنا ou hâtif Nadia l'image إذا قلت لك je ne comprends pas أي أنا لا أفهم وتريد أن تجيبني أنا أي أنا أنا أفهم ماذا تقول moi moi aussi ou bien moi non plus réfléchissez bien eh bien le français avec un petit F ou bien je parle le français avec un grand F فكرو قليلا نعم je dis je parle le français avec un petit F car c'est une langue أنا أتحدث الفرنسية أو أتكلم الفرنسية عندما نقصد ب le français اللغة الفرنسية نكتب câlimة français avec un F minuscule وعندما تكون câlimة français ou française كما جاء في هذا المثال نكتب ب F minuscule أي F صغيرة والآن هل نقول il y a beaucoup de français ici avec un grand F ou bien il y a beaucoup de français ici avec un petit F هناك l'adide من الفرنسيين هنا الجملة الصحيحة et الجملة الأول il y a beaucoup de français avec un F majuscule أي F كبيرة هنا نتحدث عن جنسية هؤلاء الأشخاص لذلك نكتبها ب F majuscule أي F كبيرة والآن لاحظ هذه الجملة la cuisine française la cuisine française أي المطبخ الفرنسي هنا كلمة francis et an adjective أي صفة لذلك كتبنا F minuscule أي F صغيرة ولا نكتب un F majuscule la France est un beau pays ب معنى فرنسا هي بلد جميل عندما نتحدث عن بلد ما الحرف الأول يكون دائما en majuscule car c'est un nom propre بمعنى اسم شخصي ما هي الجملة الصحيحة هنا فرنسا 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 بمعنى تذكرة القطار إلى باريس نكتب نكتب هنا نتحدث عن القطار إلى باريس أي المتجه إلى باريس فرنسا La leçon d'aujourd'hui est terminée je vous remercie de nous avoir suivis sur français en ligne et vous dis à très bientôt إلى اللقاء اشتركوا في القناة